السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناة تقس الفلة تحية طيب الجميع وتحية طيب الجميع متابعين عبر ثورة عبر الوطن السلام عليكم مشاهدنا الكرام مرحبا بكم في هذه النشرة الاندارية الخاصة بحالة التقس بالمغرب خلال هذا المساء والأيام القادمة لآخر تحديثات النماذج التقس العالمية سنوافقكم بآخر توقعات إخواني الكرام الأيام القريبة المدى والبعيدة المدى إن شاء الله لكن قبل أخذ التباصل لا تنسوا الإعجاب في فيديو لاشتراك في قناة وكذلك تفعيل زر الجرس على الكل لكي يصلكم جديد الفيديوهات ومشارات وشكرا زينا الشكر استمرار الرياح القوية وتطاير للغبار إخواني الكرام العديد من المناطق المنك خصوصا بعد الزوء وكذلك التساقطات العمطة والمناطق المعنية بالرياح فهي مناطق وجدة وتوريت وكذلك درسيف وعطف وتندرارب وعرفب وعنانم وتاركة وقد تصل بين الخمسون والمئة كيلو متر رياح قوية لسكورة مداز محتى طاير والغبار على كذلك المناطق فاس مكناسا إفران والرماني وكذلك والماس القارة خريبة واسطاد كذلك رياح قوية جدا عماتك تباين قد تصل إلى مئة كيلو متر في الساعة المرتفعة كذلك قلع السرغنة وأقادر وشيبو وأبني ملال أزيلان إن شاء الله وكذلك أكريمدن أوزميز إمجالوت أيتاود والصويرة وأقادير وكذلك تارودانت وتشاليوين وأغرم وتافراوت إن شاء الله والمناطق آشت إن شاء الله وقلبين تساقطات مطرية كذلك متوقعة بإذن الله سنقدم لكم المناطق المعنية بالتفصيل يتوقع إن شاء الله استمارات الرياح إن شاء الله في فترة الليل بالنسبة كذلك التوقع التساقطات الأمطار فمن المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة وصوصا بعد الزوال على المناطق الجنوب الشرقلي المملكة والمناطق تساقطات تلجية كتيفة على مرتفعات أقندن ومرتفعات إن شاء الله إسكوان إن شاء الله تساقطات تلجية أولوز بإذن الله كذلك تساقطات مطرية محتمرة ألاتين غير وأمطار الخير على فمسجيد وتساقطات مهمة على زاورة إن شاء الله ومازال الخير جاي ويتوقع إن شاء الله في فترة المساء استمارة بعض الأجواء غير مستقرة على كذلك أرفود والراشدية وقلميمة وتنغير وتساقطات مطرية على مراتق الريش أما بالنسبة لباقي المناطق فسوف تستمارة بعض الترابات الجوية على مراتق إسكوان إن شاء الله وأولوز بالنسبة لباقي المناطق الأخرى فيتوقع أن تكون الأجواء مستقرة لكن خلال يوم الأحد استمارة الأمطار الخير على مراتق الجنوب الشرقلي المملكة والعديد من المناطق سوف تعرفوا تساقطات مطرية جد مهمة إن شاء الله خصوصا على المناطق الجنوب الشرقلي المملكة والمراتق المعنية بديت تساقطات مطرية فهي كالتالي تحاضر على المناطق في المسجدة وكذلك زاورة وآبز وبرززر وتازنفت وكذلك تساقطة تلجية على حقيم دن ومن المتوقع إن شاء الله استمارة للأجواء الغير مستقرة بإذن الله في فترة المساء وكذلك على مرتفعات الريف بعد الزبال على مرتقة أفاس وإفران والماس ومكناس وسكورة مداز وخنيف ركات تشاهدت كذلك بعض تساقطات مطرية ومرزوقة إن شاء الله وإعافوذ وبرززات متبع إن شاء الله تبقى تساقطات مطرية إن شاء الله محتمال بعض الرياح النشطة على الشمال الأقليم جنوبي المملكة وكذلك على الجهة الشرقية بإذن الله ستكون بعض الرياح النشطة إخوانك من المتوقع إن شاء الله يستمرى بعض العواصف الرياح أقصى جنوب المملكة على مناطق القويرة والداخلة وأسرد وستطرف عواصف راديا استوائية محليا قوية ستعرف تلك المناطق الجنوبية لألمبلكة وقد تصل حتى متى قلميم وطانطان ومناطق العيون وأسرد والداخلة بأمطار راديا قوية محليا إن شاء الله بنحينا في عاصف الدانة نحو الجنوب ستؤدينا طرابات جوية غير مستقرة على كما قلنا لكم على مناطق العيون إن شاء الله والداخلة واوسط قطس حتى مناطق السمارة واقلمين كذلك على السوس سوف تشهد تساقطات مطارية رعدية وزخاتير رعدية قوية محليا على مناطق شيشاوا وكذلك السويرة اقادير وتازناخت واتباهها بالفاع وتافراوت واغرم وتليون كذلك تزنيت وبالفاع تساقطت على قلميم وتزنيت امطار جد جد غزيرة ومعتبرة ان شاء الله تساقطات محتملة على مناطق لكن تبقى ضعيفة على سيد علال التازي ومناطق قرية ابو محمد وكذلك الرباط والدار بيضاء بالنسبة كذلك لتوقعات الايام القادمة يتوقع ان شاء الله معمور الساعة لتصبح هذه الانطار جد قوية على صويرة مع عواصف رعدية قوية جدا كذلك على الماطق شبشاون وكذلك ايمن شانوت اي داود وكذلك اقادير وتازناخت وتليون تساقطات مطارية جد مهمة ورعدية كذلك مع استمراء بعض العواصف رعدية على اقاليم الجنوبية للمملكة وصل مناطق الداخلية بالنسبة كذلك ان شاء الله فترة المساء تساقطات مطارية محتملة على العديد من المناطق على هدى من المصفات على والماس خريب جاو واتزم كذلك منطق خنيفرا سكورا مداز وايفران امطار حاضر على ميدل توفيت ايميل شيل وازيلال اقادير بوشيبه ربما قال استغناء ايميل شيل ولكن تبدو ضعيفة محليا كذلك على ماتخ ششاوة واي داود واقادير وتليون وكذلك مناطق تنغير تساقطات مطرية جد مهمة ان شاء الله سوف تعرف تلك المناطق بتساقطات مطرية قد تكون مصحوبة مع عواصف الى اليوم الاربعي يتوقع ان شاء الله ان تكون الاجواء وكذلك اه مستقرة اقصى شمال المملكة ستارز عباد تساقطات مطارية اما بالنسبة لتوقعات الايام القادمة فاحتمال ان شاء الله ان تعود الاجواء بالامطار ان شاء الله سنرى اخواني كرام اخر منخفضات الجوية المنخفض العملاق الذي كان قادم نحو المملكة خلال ايام القادمة واحتمال دخول الطرابات الجوية باذن الله خلال توقعات الايام القادمة صلاتكم تركمات الامطار وكذلك توقعات نموذج الأمريكي بإذن الله خلال أيام القادمة فما زالت الاضطرابات الجوية متواصلة على المملكة واحتمال إن شاء الله استمرار الأجواء الغير مستقرة خلال كذلك يوم الاثنين بدخول عواصف وأمطار أقصى شمال المملكة بالاضطرابات الجوية مهمة وصرف توقعت البعيدة المدى في احتمال كذلك استمرار الأجواء الغير مستقرة على طنجة وأصيلة والعرائش وشفشاون ووزان وللاميمونة أمطار حاضر سيد سليمان وقرية ابو محمد وثونات وإيسابي وذلك تستاقطت مطارية على الروماني وسوف تستمرار الأجواء الغير مستقرة في التوقعات البعيدة المدى التي سنقدم لكم في هذا الفيديو درورة جدا مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا التفاصيل إن شاء الله كما تشاهدون إخواني كرام في التوقعات البعيدة المدى وخصوصاً الـ 26 من شهر نول بيري وتوقع دخول منخفة جو أطلسي محمل بأمطار غزيرة جداً وعاصفية على السواحي الغربية للمملكة كما تشاهدون في الصور إخواني كرام أمطار خير نسأل الله تبات رغم أن التوقعات نسبياً بعيدة وقابلة للتغيير بالنسبة للمناطق المعنية إن شاء الله بدل منخفة جو الأطلسي فهي مناطق طنجة عصيلة وكذلك تطوان وشفشاون ووزان وإساغن والقصر الكبير وللاميمونة والعرائش وكذلك مشرع باللقصيري قرية محمد كذلك سديقاسم وليدريس ومكناس وفاس والحاجب والخميسات وكذلك تساقطات مطرية على الداود وكذلك الرباط وسلا كذلك بسليمان والصخيرات وبسكورة والدار بيضاء بأمطار غزيرة جداً كذلك تساقطات مطرية حاضرة على مناطق الحسيمة أو عفونا الجديدة سيد اسماعين وكذلك سيد بنور المناطق إن شاء الله سبتكزولة واليوسفية وبن قرير وأصويرة بأمطار غزيرة جداً مصحوبة مع تساقطات مطار قد تكون من المستوى الأحمر على المناطق الشمالية خصوصاً على قصر الكبير وشفشاون وكذلك مناطق طنجة وأصيلة وكذلك للمنصد على التازي وتاونات وإيساقن وقارة بمحمد وتيسة وفاس وملاي دريس كذلك ومكناس الحاج بدل مناطق الطرف والصخيرات والدار بيضاء والرباط إن شاء الله وجديدة والقارة وبرشيد ستعرف وتساقطات مطارية جداً غزيرة مصحوبة مع تساقطات جداً مهمة إن شاء الله ستبدأ إن شاء الله من توقعات الأيام البعيدة خصوصاً توقعات البعيدة المدافع فهي تشير الاحتمال لعودة الكرامات الجوية إن شاء الله خلال أيام القادمة والآن سنمر لتراكمات الأمطار وبالنسبة لتراكمات الأمطار خلال أيام القادمة فالتراكمات فهي محتملة أقصى جنوب مملكة إن شاء الله قد تصل إخواني الكرام إلى 20 مليمتر وبالنسبة لتراكمات المهمة فهي التلوج الكتيفة على مرتفعات جبال طبخال فأنا نرجو أخذ الحضار وكاحتمال تشكو الكتال هواية تؤدي إلى طرابة جوية وتساقطة تلجية قوية وعلى المرتفعات وكذلك مع استمرار الرياح القوية هذا المساء وقد تصل إخواني الكرام إلى أكثر من 70 مليمتر كتساقطات إجمالية للأمطار إن شاء الله خلال أيام القادمة وكذلك الصويرة قد تصل إلى بعض المناطق في الصويرة قد تصل إلى 47 مليمتر بإذن الله وكذلك منها ارتفعت بين 20 مليمتر بالنسبة كما قلنا لكم هناك تلوج كتيفة متوقعة على مرتفعات الأطلس بين أوكيمدن وكذلك إسكوان إن شاء الله كذلك التلجية ستكون كتيفة قد تصيخون الكرام إلى أزيد من 20 سنتيمتر بعدما تقوم وبعض الأموات تركبت تلجية ضعيفة إلى أمشيل وتباينت وتباينت كذلك وكذلك تنفيد هذا ما تخذ تعرف تساقطة تلجية مهمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر